بكم مجددا نكمل الحرة ليلة من إيران حيث رفعت الحركات الاحتجاجية في البلاد على مدار العقود الأخيرة شعارات مختلفة تلخص دوافعها وفلسفتها التي انحصرت بين السياسة أو الاقتصاد أو الاثنين معا إلا أن شعار المرأة الحياة الحرية الذي رفعته الاحتجاجات الحالية يلخص الفارق بين هذه الاحتجاجات فيما تفردت هذه الاحتجاجات الحالية عن غيرها في سياقها الاجتماعي والسياسي رفعت الحركات الاحتجاجية في إيران على مدار العقود الأخيرة شعارات مختلفة تلخص دوافعها وفلسفتها والتي انحصرت بين السياسة أو الاقتصاد أو الاثنين معا إلا أن شعار المرأة الحياة الحرية الذي رفعته الاحتجاجات الحالية يلخص الفارق بين هذه الاحتجاجات فبخلاف الشعارات المناهضة للسلطات والقادة الإيرانيين تتعلق شعارات الاحتجاجات الحالية بحقوق الإنسان والمواطنة وتتمحور فعليا حول موضوع اجتماعي جوهره التمييز ضد المرأة كما ترتبط بموضوع تدخل السلطة الحاكمة في الحريات الفرديات والخيارات الشخصية من هنا مثلت المرأة هذه المرأة القوة الدافعة وراء اندلاعها واستمرارها وباتت قضية مهسى أميني تمثل رمزا للتهاد المرأة وإملاءات النظام في الشأن الديني ومحركا لغضب الإيرانيين نساء ورجال من السياسات الاجتماعية المتشددة للنظام ويقود الشباب هذه التظاهرات التي كانت تقييم الأولي لها أنها محدودة ومتفرقة وسرعا ما ستنطفئ بعد مضي أسابيع لكن الواقع كذب هذه الفرضية إذ لا تزال الاحتجاجات حية وتتسع رقعتها يوما بعد يوم وعلى رغم من أن أحد المطالب الرئاسية للمتظاهرين هو إنهاء الحجاب القسري إلى أنهم كانوا حريصين على الإعلان أنهم يحترمون المرأة المحجبة ما أحبط خطة السلطات في تصويرهم على أنهم معادون للدين وأن أفعالهم تمثل إهانات دينية على حد تعبيرهم وساهمت المسيرات الاحتجاجية وقصاصها التي شهدت دوليا في مساعدة المجتمع الدولي على فهم الجيل الجديد من الإيرانيين ومطالبهم ما دفع العديد من القوى الغربية إلى إعلان دعمها للتظاهرات السلمية واستنكارها لأعمال القمع التي تمارسها السلطات بحق المتظاهرين وقد تدافرت عوامل مختلفة إلى جانب خضية أميني في إبقاء جذوة الاحتجاج متقدة أطول من أي احتجاجات سابقة من بينها الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وشعور جزء كبير من الشباب الإيراني الذي ولد بعد ثورة بالأغطراب والتهميش وانعدام الأفق وتقول الأمم المتحدة إن مئات قتلوا واعتقل أكثر من 14 ألف متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات وتدول ناشطون إيرانيون لقطات لمظاهرات في مدينة زهدان تندد بأعمال القمع التي تشنها السلطات وإساءة معاملة السيدات والفتيات المتقلات يأتي انتشار الاحتجاجات إلى مناطق شرق البلاد بالتزامن مع إرسال طهران تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية شمال غرب البلاد بينما أشاد علي قمينيا المرشد الإيراني بدور قوات البسيج في مكافحة ما وصفه بأعمال الشابة التي اندلعت بعد وفاة الشابة الإيرانية مساميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها في سبتمبر الماضي وكانت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ذكرت أنه حتى يوم الجمعة قتل 448 محتجا منهم 63 طفلا وضفت أن 57 من قوات الأمن قتلوا أيضا منذ بدء هذه الاحتجاجات الحرس الثوري الإيراني يعزز وجوده في المناطق الكردية المزيد من الوحدات المدرعة والقوات الخاصة في طريقها للمناطق الحدودية في الغرب والشمال الغربي في محاولة لكبح جماح الاضطرابات الحملة تأتي في أعقاب عمليات عسكرية نفذتها إيران في المناطق الكردية داخل العراق استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة في مسعى لإسكات الأصوات المقاومة للقمع من الأقلية التي تنتمي إليها الشابة مهسى أميني التي لقيت حتفها في سبتمبر الماضي بعد اعتقالها من جانب الشرطة الاضطرابات هي أحد أكبر التحديات التي واجهها الحكام من رجال الدين الشيعة في إيران منذ وصولهم إلى السلطة ووضعت الحرس الثوري وقوات الباسيج في طريعة مسعاها لقمع الاحتجاجات على مدار الأسابيع الماضية رأيتم في الآونة الأخيرة أبناء الباسيج ضحون بأرواحهم لحماية الأمة من الاستسلام لمجموعة من القتلة والمتمردين والأميين والمستعبدين لقد ضحوا بأنفسهم لمنع سطوة شخص آخر مقاطع مصورة بثها ناشطون أظهرت العشرات يتظاهرون في مناطق لأقلية البلوش ويرددون شعارات ضد الزعيم الأعلى الإيراني وقوات الباسيج والحرس الثوري ويهتفون الأكراد والبلوش إخوة بعض اللقطات سمع فيها دوي الأعيرة النارية كما يظهر في أحد المقاطع متظاهرون وهم يركضون بحثا عن مكان يحتمون فيه من الطلقات الخطيب السني البارز المنتمي لأقلية البلوش عبد الحميد إسماعيل زاهي دعا لإنهاء قمع الاحتجاجات وندد بتقارير تتحدث عن إساءة معاملة النساء في المعتقلات مشيرا إلى أن الاحتجاجات الشعبية تظهر أن سياسة الأعوام الثلاثة والأربعين الماضية وصلت إلى طريق مسدود على صعيد متصل بعث 140 طبيبا إيرانيا برسالة قالوا فيها إن المئات من المتظاهرين فقدوا إحدى العينين أو كلتيهما بسبب إصابات برصاص الصيد خلال عمليات القمع الأمنية كان ناشطون قد أشاروا إلى أن حصيلة القتلى بلغت 448 منهم 63 طفلا فضلا عن اعتقال 18 ألفا ومائة وسبعين شخصا وللمزيد من النقاش ينضم إلينا من نيويورك المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران هادي غيمي أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة الحرة سيد هادي في البداية ما الاختلاف الرئيسي في هذه الاحتجاجات عن سابقاتها في إيران هذه الاحتجاجات مرتبطة وتنبثق عن الاحتجاجات الماضية وهي حركة ثورية وليست فقط احتجاجات ولفهم ذلك عليك أن تعرف أين كان المجتمع الإيراني خلال السنوات الماضية وهو انهيار تام لنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيره في إيران وهو انهيار للمجتمع وعدم الأمل في نفوس الناس من أجل المستقبل وبذلك تصعدت الأمور من احتجاجات إلى لحظة ثورية في بداية هذه الاحتجاجات سيد هادي كان هناك بعض الأصوات من الإصلاحيين الذين يشيرون على النظام الإيراني أن يهدئ من تعامله مع هذه الاحتجاجات الآن قفت هذا الصوت ووصل الأمر بالمرشد الأعلى لوصف هؤلاء بالقتل والأميين ما تفتيرك لذلك؟ نعم الإصلاحيون لا يصمتون ويتقدمون بالتوصيات ولكن المشكلة تكمن بأن ليس لهم مشروعية بين الإيرانيين والمتصلبين الذي يقودهم خامنئي لا يرون مصلحة في الإصغاء إلى الإصلاحيين وبذلك الإصلاحيون لقي ما لهم عند هذا الحد في كل هذه الأمور الآن الإشارة إلى ما يجري بأنه بدافع من الغرب والدول في الخارج إلى أي مدى أثر على هذا الخطاب الاحتجاجي أيضا؟ كلا على الإطلاق ليس هناك أي دليل لأي شخص من الخارج منخرط في كل هذا هذه الأحداث وقد أظهر الناس يوما بعد يوم أنه مجموع أنها حركة لا تقودها أي قادة وهناك أشخاص يخرجون إلى الشوارع بأنفسهم وكيف أن يكون هناك سيطرة لأي طرف على المجتمع الإيراني بهذه الطريقة؟ هذا غير ممكن في تقاريركم اليومية لمتابعة الاحتجاجات في الداخل كنتم تشيرون إلى الشجاعة التي تبديها النساء في تقدمها لهذه الاحتجاجات ما تفسيرك لهذه الحركة الواسعة التي اشتاحت حتى الجامعات؟ طبعاً هذا مرتبط بأن المرأة والشباب يرسخون تحت كل كاهل الإنيار الذي حدث وأيضاً مسألة القوات الأمنية وفرضها الحجاب على النساء لأكثر من أربعين عاماً ووصلت الأمور إلى حد لا يمكن أن تتقبلها المرأة بعد اليوم ومنها ما حصل مع مهسة أميني ومئات الألاف من النساء الإيرانيات اللواتي يشعرون بكل الضغط وعندما يعدون إلى المنزل يشعرون بالحياة حقيقة وبذلك رأينا ما حصل مع مهسة أميني وبأن المرأة الإيرانية لا يمكن أن تقبل الإنصياع والخدوع وتريد دوراً أكبر في الحياة اليومية تتراوح إجابات من أسألهم من مؤيد النظام الإيراني في الداخل بشأن هذا الأمر ما بين أن هذا المجتمع محافظ وله قواعده ويختلف عن الغير وبين أن ما يجري هناك مبالغة فيه وأن هناك حرية للمرأة في داخل البلاد وهناك حتى ممثلة ظهرت في اجتماع جناف الأخير ما ردك على ذلك؟ هذا غير صحيح وليس هناك أي صحة من أن المرأة الإيرانية ليست معزولة وتراه ما يحدث للمرأة الإيرانية كل يوم ومن يناصرون بمثل هذه الكفكار هم يكذبون فهناك رجال يسيطرون على البلاد بالقوة وهؤلاء الرجال متقدمين بالسن بالسبعينيات وثمانيات من العمل وليس هناك ارتباط بكل ذلك بشريحة النساء في إيران وهي مسألة الثقافة أعتقد بأن الشعب الإيراني يحاول استعادة بلاده ولا هناك أي ارتباط بعد اليوم بما كان في الماضي الاحتجاجات من بعض الأقليات وبعض المناطق الكردية إلى أي مدى أثرت في الخطاب الرئيسي لهذه التظاهرات ماسك أتت من كردستان من بلدتها ونعرف بأن جنازتها كانت الشرارة الأولى التي بدأت هذه الاحتجاجات وكذلك كل المنادات بحياة المرأة الحياة والحرية وهذه الشعارات وقد حاولت الحكومة النظام الإيراني بيقول بأن حركة انفصالية وإنه تمرد لأكراد وأما الإيرانيون فينادون بالتكافل والتضامن مع الأشقاء الأكراد فنحن أمتحدون أكراد بلوش أكراد أتراك فجميعنا إيرانيين الشعب الإيراني يقول بأن هذه حركة وطنية سيد هادي رأيت الملصقات التي تشرح ما يجري في إيران هنا في فيرجينيا والاحتجاجات في واشنطن وهذه الصور لتظاهرات الكبيرة في برلين كيف كان هناك اختلاف في حجم التظاهر في الخارج من المعارضين وكيف أثر ذلك على الخطاب في الداخل هو حركة تضامن ووحدة من الإيرانيين في الخارج مع الإيرانيين في الداخل وتعرف بأن الشعب الإيراني كان حوالي 80 مليون وأكثر و10% منهم يعيشون في خارج إيران ويبقون على ارتباط وثيق مع إيران ويدعمون الشعب الإيراني ولا نقول بأننا وراء هذه الحركة أو نريد السيطرة على هذه الاحتجاجات نقول فقط بأننا نريد دعم الشعب الإيراني انظر إلى ألمانيا وكانت ألمانيا متساهلة جدا مع جمهورية الإسلامية لم أرى بعد أن خرج مئات الألاف في برلين أصبح الحكومة الإيرانية العفوان الألمانية الرائدة في المنادات من أجل حقوق الإنسان لشعب الإيراني أيضا في تورونتو وبعد أن خرجت المئات الألاف في تورونتو لديك جالية إيرانية كبيرة في تورونتو خرجت الحكومة الكنادية أيضا منادية بالجهود ومن أجل تسأل الأمور في إيران مدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران هذه غيمي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر